نعم سالم كما ذكرت وذكر في التقرير يعني بشكل عام أعضاء مجلس الشورى المئة وخمسين من رجال ومن سيدات وأيضا كافة مواطني الشعب مواطني المملكة العربية السعودية شغوفين سالم لهذا الخطاب في كل عام حقيقة حينما يأتي خادم الحرمين الشريفين تحت قبة مجلس الشورى ويتحدث بهذا الخطاب الذي كما ذكر يرسم معالم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية بالتأكيد هناك تفاؤل كبير وكبير جدا من قبل العضاء الذين واجهناهم قبل قليل تأكدوا أن هناك دعم كبير يأتي من مقام خادم الحرمين الشريفين ومن سمو ولي عهده الأمين حينما نتحدث عن مجلس الشورى فهو بالتأكيد مجلس الشورى هو الصوت الرسمي الذي يصل إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وهو صوت الشعب كما يقال حينما نتحدث عن مئة وخمسين رجل وامرأة بالتأكيد هم يمثلون مواطني المملكة العربية السعودية وحينما يوجه الخطاب لهؤلاء فإنه يوجه لهؤلاء وأيضا لكافة الشعب السعودي قائد يتحدث وإنجاز يتحقق بإذن الله هذا هو العنوان وهذا هو الموضوع الرئيسي الذي اتخذ هذا اليوم وبانتظار هذا اليوم التاريخي لمجلس الشورى تجهيزات كبيرة وكبيرة جدا نشاهدها منذ صباح هذا اليوم حتى إن شاء الله وصول خادم الحرمين الشريفين إلى مقر مجلس الشورى